اشتركوا في القناة مدير عام التراث بهيئة البحرين للثقافة والأثار كلمة له استعرض خلالها ملامح الإمارة البحرينية والعناصر التصميمية التي تميز البيوت البحرينية التقليدية كما ألقى الضوء على مدينة المحرق التاريخية ونسيجها الأمراني المميز هذه النوع من المحاضرات هدف زيادة الوعي للجمهور وأيضاً للمهتمين بالعمران سواء من المهندسين أو قطاع الانشاء أو الاستشاريين للمشاريع الهندسية هدف هذه الفعاليات مواكبة الزخم اللي حاصل في مدينة المحرق حالياً من حيث المشاريع الكبيرة التي تم الإعلان عنها وأيضاً بالتزامن مع مشاريعنا في هيئة البحرين الثقافة والأثار نتمنى أن هذه النوع من الفعاليات فيها زيادة من الوعي سواء ملاك العقارات أو المهتمين بالعمارة احتفت الأوساط الثقافية بالعاصمة المكسيكية نيو مكسيكو بتجربة مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في استمرار إصدار مجلة الثقافة الشعبية بوصفها منبراً علمياً متخصصاً في إحدى أهم فروع العلوم الإنسانية المتصلين بالهوية الوطنية وأشارت الأوساط الثقافية بهذا الإصدار على مدى 17 عاماً بمشاركة واسعة من الباحثين من مختلف البلدان مؤكدين أن هذا التقدم يعكس مدى الحرص الذي تشهده المملكة وعنايتها بتسليط الضوء على ثقافات وتراث الشعوب العربية كشفت إدارة مهرجان البحرين السينمائي عن أسماء لجان تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من المهرجان والتي تضم خمسة فئات رئيسية وهي فئة الأفلام الروائية القصيرة وفئة الأفلام البحرينية وفئة الأفلام الوثائقية وفئة أفلام التحريك وفئة أفلام الطلبة وأكدت إدارة المهرجان أن مهرجان البحرين السينمائي الذي سيقام خلال الفترة من الثالث إلى السابع من نوفمبر القادم سيكون مميزاً من حيث الحضور الضخم وعدد الفنانين العرب المشاركين والجمهور ولا الحديث أكثر عن مهرجان البحرين السينمائي ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمار زين المدير الفني لمهرجان البحرين السينمائي 2024 مرحباً بك أستاذ عمار معنا في النشرة الثقافية هل كأن تطلعنا عن تفاصيل هذه النسخة من المهرجان؟ مساء الخير عليكم جميعاً في البداية أحب أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة أحب أشكر سعادة الدكتور رمزان النعيمي وزير الإعلام على دعم المتواصل للمهرجان النسخة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي تتألف من خمس فئات طبعاً في النسخة السابقة كان عندنا أربعة فئات رئيسية وهي فئة أفلام الروائية القصيرة فئة أفلام الوثائقية فئة أفلام التحريك وفئة الأفلام البحرينية هذه السنة إدارة المهرجان ارتأت أن نضيف فئة خمسة وهي فئة أفلام الطلبة إيماناً منها بأن هذه الفئة هي الفئة القادرة على التغيير ورفع مستوى هذه الصناعة نعم فمن واجب المهرجان دعم هذه الفئة عن طريق هذه المسابقة المهرجان هذه السنة رح يضمن عدد من الورش النوعية بالتعاون مع الكثير من الجهات واللي قد تتيح للكثير من صناع الأفلام الفرص لاستفادة منها طبعاً رح نعلن عن كل هذه التفاصيل في وقت لاحق هذه السنة لجمة الاختيار تميزت بوضع معايير عالية ورفع مستوى الجودة بهدف تطوير صناع الأفلام فمن بين 481 فيلم تقدم للمهرجان تم اختيار 89 فيلم ينافسون على خمسة فئات فئة أفلام الروائية القصيرة رح يتنفس عليها 43 فيلم فئة أفلام الوثائقية رح يتنفس عليها 25 فيلم وفئة أفلام الطلبة رح يتنفس عليها 10 أفلام فئة أفلام التحريك رح يتنفس عليها 6 أفلام وأخيراً فئة الأفلام البحرينية 5 أفلام نعم نرجو لكم كل التوفيق في هذه النسخة من المهرجان لأستاذ عمار زينة المدير الفني لمهرجان البحرين السينمائي 2024 شكراً جزيلاً لك وفي المملكة العربية السعودية تزخر منطقة نجران على امتداد رقعتها الجغرافية بالعديد من النقوش السخرية والكتابات العربية القديمة التي أظهرت مراحل تطور الإنسان القديم وتطوره في الكتابة والحياة اليومية وتسرد هذه النقوش السخرية قصة الحضارة الإنسانية وتطورها عبر الحقب الزمنية المختلفة كما تكتشف تلك الفنون المنقوشة على الصخر بعض السمات المشتركة بين إنسان تلك الحقبة ويتوزع الأرث المميز ما بين منطقات حماة ثقافية التي لا يكاد يخل جبل من جبالها من النقوش المتعددة أما في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حرصت الأجنحة المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 على توعية الزوار بالتراث الوطني وأهمية المحافظة عليه وذلك عبر تسليط الضوء على ارتباط الأجيال الناشئة بالموروث الثقافي الإماراتي والعربي إضافة إلى التعريف بممارسات الصيد المستدام كما قدم جناح حيئة أبوظبي للتراث مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية وذلك ضمن أركان تتيح للزوار التعرف على التراث الإماراتي بأسلوب مميز ومعاصر اشتركوا في القناة